اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين نتكلم شوية بقى عن نادي الأهلي النهاردة هنبدأ بقى بعد كده حتى ربع ساعة في تلت ساعة في نصف ساعة الغتل ما يبقوا الساعتين مرة تانية نتكلم فيهم عن النادي الأهلي كابتن عادل كابتن إبراهيم كابتن ماهر طبعاً معسكر النادي الأهلي في أسبانيا الناس عايزة تعرف برضاً كابتن عادل فايدة المعسكرات دي إيه يعني انت ليه طلعت أسبانيا أو ليه نادي الأهلي يعني طلع أسبانيا وحيقعد في أسبانيا وكيفية الاختيار والتركيز في التالي يعني اشرح لنا شوية برضو عن الموضوع هو طبعاً اختيار المكان انت النادي الأهلي بيختار أسبانيا حكم الإمكانيات الإدارية والفنية الموجودة والتجهيزات الى جانب التغيير الجو انك انت بتشاهد صبح معرضوه عيش يا كابتن عادل انا اعطى حضراتك دي تدريبات النادي الاهلي النهاردة زي ما حضراتكم شايفين بقى دي حاجة خاصة جدا بقناة النادي الاهلي مش هتشوفوها غير عندنا هنا في القناة خلال الايام القناة وفي كل البرامج طبعا هتشوفوها موجودة وتتفرجوا بقى على اللي بيحصل دي حاجات خفيفة كده دي تقريبا قبل التمرين اه دي الحاجات الكرة الطائرة والحاجات دي تتعمل وانسا انا حفيز ما بيتمرنش اه انت مش هلعب بس فطبعا دي بتعمل فترة اعداد وبالتالي اختيار اسبانيا اختيار موفق جدا بحكم الامكانيات والملاعب وعملية التركيز كل واحد بيعيد عم اسرتهم مركز التركيز كامل في فترة الاعداد فترة الاعداد دي اهم حاجة يا كابتن في فترة الاعداد انك انت كمية اليقى البدنية اللي انت بتاخدها في الوقت ده بتخليك بتشتغل خلال موسم ما بتتعرضش لأي اصابة زي اللي بيبني اعمارة بتبني اعمارة بتحط الاسمنت المسلح ده الاساس ده الاساس من لا يجيلك بقى صليبي ولا يجيلك مز ولا يجيلك ضمة ولا يجيلك امامية ان فترة الاعداد الفترة الوحيدة يمكن اللي اتيحت للد الاهلي المرة دي انك انت بتعمل فترة اعداد على الاقل اسبوعين ثلاثة يلعب ماتش المقولين وماتش الزمال فالاختيار موفق جدا وبعدين يعني ربا ضرة نفعة يعني منتخب لما خرج اعتقد ان يمكن اللعيبة الاربعة خمسة بتوعنا اذا كان في فرصة ان هم يلحقوا بالمعسكر في اسبانيا عملية التجميع الراجل وقت تقريبا كل العناصر اللي معاه برضو هناك اعتقد ان هناك برضو دعم لبعض المراكز الجو الالفة ده بينعكس على اللاعبين ويمكن انا كنت موجود مع حضرتكم مع الزملة وقلنا الناد الالي محتاج دايما معسكر مفتوح لان الناد الالي زي منتخب مصر سبعين ثمانين مليون بيتابعوا الناد الالي كدوري وككاس وكافريقيا وبالتالي انا مفروض ان لو اللاعب عندي محتاج شغل خاص يبقى انا بعمل فترة المعسكر اليوم المفتوح يلي الصبح يقعد مع زمال وزي ما نشوف احنا برشلونة وسان جرمان والفرق ديت اللي عيد بيجي الصبح الساعة تاسعة يخش يفطر ده اللي حدكت ينزل على الملعب المليوم التويل اللي هو ده حتى لما يرجعوا يبقى في النظام ده انا نقصي الاوبر بتاعي برحش مزبوط انا التزديدة بتاعتي مش مزبوطة اجيب الناس اللي تمريراتها فيها نوع من التقصير شوية يبقى بيشتغروا كل اجيب ثلاثات او اربعات يعمل تمريرات انت بتشوف النهارده الشناوي لما بيجي يبدأ هجمة وتقارنوا بالجول بتاع برشرونا بيغلط غلطة يلعب طول الموسم بيلعبها للوينج ليفت او الوينج رايت رايحة بيكي يخدها مبارح جول جنوب افريقيا شو بيلعبها ازاي كابتن الباس يعني علامي تحسن هو طب بتعمت غشقر وبتعمت غشق بتعمت غشق النهارده بيعملها كده عايزة كابتن عدل رايحة للوينج ليفت كابتن ماريو احسن شايفين اجواء طبعا بتسود المعسكر اجواء رايعة جدا بتسود المعسكر يعني ده فائدة كابتن امراهيم شايف كابتن الدحك والهزار هو ده الحب ده ينعكس على الالف ده كابتن امراهيم اعتقد ان سمة من سمات المعسكرات او ميزة من ميزات المعسكرات الحاجات اللي احنا شايفينها الاعداد الجيد في بداية الموسم الفترة الاعداد المناسبة اللي هي فيها كل عناص اللياقة البدنية تحملات وامرات وصيعة هي اللي بتوقفك على اجليك طول السنة زي ما قال الكابتن عادل انا بضيف لا لايمكن يجي لك اصابة لو قدتها بطريقة جيدة ده يمكن يجي لك اصابة ده يدلو الصحة كابتن احمد الكاس مكتبالع في الولمبي زمان وانا صغير كان دايما يقول لي يعمل فترة اعداد كويسة اوي كان لسه بيلعب طبعا كان نجم كبير يعني يعمل فترة اعداد كويسة اوي بعدين ريح طول السنة لا حتقدي طول السنة بضيئة جيدة مش هيجي لك ان شاء الله بإذن الله بعيد عن الاصابات يعني زائد حتة التجانس بين اللعيبة والقلفة اللي موجودة اللي احنا زي ما شايفينها دلوقتي على الشاشة القلفة والنحية المجتمعية اللي انا بقولها اللي هي القصة اللي هي العيلة انها لما العيلة تبقى مع دهب بتشتغل في وقت طويق نمرة اثنين انت داخل على على ما تشت نهائيات انت داخل على نهائي دور عام ونهائي كاس فانت لازم يبقى فترة الاعداد فترة جيدة يبقى الفترة دي عندك وقت سواء صبحة وبعض الطور بتدي الحاجات التخصصية اللي هي ما بيبقاش لها وقت لما بتيجي تطمر مرة واحدة في اليوم بس لما قدام اللعيبة قدامك اللي 24 ساعة بتقدر تدي المدافعين لوحدهم بتقدر تدي المهاجمين لوحدهم وتقدر تدي الجمل وتقدر تدي الحاجات التخصية مين اللي بيشتر الفاول كويس ومين اللي بيشتر البنات دي كويس الكورنر وانت بتعمل الكورنر لازم الاعداد بتاع الكورنر تعمله من يمين والشمال والمواقب بتاعت اللعيبة يقف دفين ودفين ودفين الحاجات دي كلها محتاجة وقت ومحتاجة تكرارات ما بتقدرش تعملها إلا في المعسكات الطويلة تمانياتنا إن شاء الله بيزن دايب بموسم جايد هزار وضحك مالوش علاقة بالتبرين يعني بالشغل فوقت التبرين مفيش كده لكن ده واضح إنه بعد التبرين زي من شوية شفتوا علي معلول بيرقص شوية كده بيهزر يعني وده مين ده مين ده أحمد فتحي بالمناسبة ماشي ولا بعدين شوية تدروح فرصة كمان الاختبارات والمقاييس طبعا أجزة هناك على أعلى مستوى إذا كان عندك إصابات إذا كان عندك قصور كل الكلام ده بتعرضه بشكل كبير التخزية كمان مهمة جدا في الفترة ديت النوم اليوم الكامل 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 نتكلم عليه بالنسبة لليوم الحاجة كمان الجنب البدني وجنب المهاري وجنب التكتيكي مهم كمان إن المدير الفني من خلال هذا المعسكر حيدور على الاستراتيجية خطة اللعب طريقة اللعب إزاي اللعبة المميزة في الطريقة دي يبدأ بيا عندنا مبراتين إن شاء الله لما يرجعوا على طبعا أملنا في الدرع الدوري اللي هو شعار النادي الأهلي والحلم اللي احنا بنحلم به فكل الحاجات ديت إسلام الروح اللي احنا شايفينها الروح الروح الأسرة الوحدة اللي احنعكس عليهم إن شاء الله لما يجوا في مصر كمان بتقرب اللعبة من بعد طبعا يعني طول المعسكر اللعبة من بعد ما بيحصلش حتى لو فيه خلاف صغير بيتلم بسرعة نتيجة الأجواء الجميلة اللي اللعبة عايشة من خلالها فأنا عاز أقولك إن ده كله بيأثر على أداء لعبة النادي الأهل إن شاء الله اللي اللعبة